الروس اول مرة ظهروا في ساحات المسلمين في سنة 1600 في جبال البرس كانت اول مواجهة بينهم بين القوازين بعدها بطرس ايفان الثالث ايفان الرابع ايفان الرهيب بدأوا حملة انتقام كبيرة جدا ضد المسلمين والغوا المساجد وهدموها وفرضوا الخدمة العسكرية وايفان الرهيب سماه على فكرة اسم الرهيب اطلق عليه المسلمون ايفان استراشني بشع ورهيب اشترط ثلاث شروط على المسلمين اما ان يتنصروا واما ان يقتلوا واما ان يخرجوا من البلاد ليس لهم خيار رابع وذلك الكثير منهم حوالي اربع مليين بعض المصادر التي تقول انه تاريخية طبعا تقول انه عدد المسلمين الذين هاجم هذا المنطقة هو اربع ملايين لكن لما جاءت بالعكس لما جاءت كاتيرينا ثانية خففت عن المسلمين خففت عن المسلمين هي احتلت القرم في سنة 1783 ثلاثة وثمانين لكن في بعض الفترات قصت عليهم وخاصة على تطار القرم واخذت منهم مساحات زراعية هائلة وعطتها لبعض العوائل الروسية النافذة والشهيرة هذا معروف عن كاتيرينا ثاني انه بالعكس في مرحلتها خففت هذه الحملة عن المسلمين ولكن اغتصبت اراضيهم الزراعية الخصبة واخذتها في اي عام تتحدث عن هذا؟ بعد 1783 ترجمة نانسي قنقر